مش أندية بتنفس على الكالتشو ولا حتى ليها توجد بشكل كبير جداً في البطولات الكبرى وخصوصاً تشامبيونز ليج فيش تاريخ عظيم، مافيش إمكانيات جبارة، لكن فيه سكاوتينج على أعلى مستوى في نادي عنده العين الخبيرة اللي قادر تشوف لعيبة في الدوريات تقريباً ما حدش يعرفها وتقريباً ما حدش تفرج عليها نتكلم على هاويلند جاي من الدوري النيرويجي، عندنا روميرو جاي من اليوفي طبعاً طبعاً يوفي فريق كبير لكن في النهاية صفقة كلفة النادي عشرين مليون، قعد بيعه بخمسين مليون، عندنا فرانكيسي، عندنا فرانكيسي جاي من كود ديفوار من أفريقيا واحدة من الجواهر اللي اكتشافها النادي وقدر يستثمر فيها ويستفيد منها فنياً ويباحها بعد كده ويكسب فيها أرقام كبيرة جداً بتكلم على أربع صفقات بس قدر النادي يحقق منها أرباح قدرت بمية تلاتة واربعين مليون يورو ميزانية تقريباً تقريباً يعني ما عنديش رقم أو إحصائية كاملة لكن تقدر تقول كده تقريباً ميزانية الأندية الأفريقية مجتمعة مية تلاتة واربعين يورو أرباح فبتتكلم هنا على أهمية السكاوتينج وأهمية العين اللي قادرة تستكشف في الأودية المجهولة أنا ما بكلمش على استكشافات دوريات معروفة أو على صفقات باستثناء روميرو اللي جاي من الكلشو أو اللي جاي من اليوفي لكن فرانك كيسي جاي من كود ديفور عندنا هويلند طبعاً اللي نضم للمان يونايتد بصفقة قياسية 75 مليون يورو جايبه من شتورم جراتس النمساوي فريق يمكن محدش بيتفرج عليه ومحدش يعرف اسم لاعب واحد فيه ورغم كده قدروا يستثمروا فيه بمبلغ 20 مليون يورو ويعيدوا بيعوا للمان يونايتد بعدها بيمكن بموسم أو بموسمين بـ 75 مليون يورو روميرو عندنا روميرو طبعاً كان بيلعب في يوفانتس 20 مليون يورو كانت قيمة الصفقة وقدر يبيعوا بعد كده بـ 50 مليون يورو ومكاسب تجاوزة 30 مليون يورو عندنا بعد كده كولوزافيسكي وده واحد من اللعيبة الحقيقة اللي يمكن تقلقه بشكل كبير جداً مع تلانتا كانوا شاريينه بـ 3.5 مليون يورو من فريق اسمه بروما فريق اسمه بروما في السويد الدور السويدي نفسه أساساً محدش يعرف اسم مش لاعب اسم فريق فيه ويمكن تكون حضرتك وانت بتتبعني أول مرة تسمع اسم نادي اسمه بروما في السويد اشتروا بـ 3.5 مليون يورو باعوه بعشر أضعاف تمنه استثمروا 3.5 مليون يورو فكان العائد بتاحهم 35 مليون يورو وعندنا فرانك كاسي طبعاً نجم كود ديفوار اللي اشترواه من أمستلف الإفواري بـ 1.5 مليون يورو واعادوا بيعوا بعد كده طبعاً مشوار طويل لفرانك كاسي ختموا في البرصة وأعتقد الوقت بيلعب في السعودية بيعوا بعد كده بـ 30 مليون يورو تتكلم على صافي أرباح 143 مليون يورو في نادي سوير ما هواش الإنتر ما هواش الميلان ما هواش اليوفي ما هواش حتى نابولي أو روما فبالتالي تتكلم على أهمية السكاوتنج والعين اللي تقدر تكتشف المواهب في كل بقاع الأرض مش بس في الدوريات الكبرى أو في الدوريات الأوروبية طيب قصتنا إيه وجهزات الأهلي إيه طبعاً اللي فات زي ما قلت مبارح نقطة من أول السطر بدات فصل جديد في الموسم الحالي ومحاولة تحقيق إنجاز حقيقي يليق باسم النادي الأهلي والأهم هو دوري أبطال إفريقيا اللي هيبدأ مشواره أو مشوار الأهلي فيه بعد 72 ساعة يوم السبت اللي جاهز ساعة 9 في ملعب السادس السلام تعالوا نسوف أخبار الأهلي في الأهلي نيوز روم ترجمة نانسي قنقر